الفترة الأخيرة قالوا ان الدولة سحب الدفاتر للمأزونين تبقى تشعب كده الكلام ده تبتكر ليه طلع وإيه مدى حقيقته يعني منتحل الصفة دية الطم الكبرى أو القنبلة الموقوتة اللي مزالت لسه موجودة في المجتمع المصري يعني ايه منتحل الصفة بينتحل صفة مأزون يه ممكن واحد ينتحل صفة مأزون وفي اللي ينتحل صفة محام ينتحل صفة أي حد بس مأزون ده يوسق حاجة يعني في صعوبة في اللي ينتحل الصفة لذلك يا دكتور في حاجة مهمة يمكن في حاجة اسمها الاختصاص المكاني للمأزون اللي هو مثلا الدائرة دائرة كذا يبقى حدالقبا مثلا يبقى مأزون حدالقبا معروف لدى الكافة وبيختص بمين؟ محل إقامة الزوجة وليس الزوج عشان الزوجة هي المعنية هي المعنية لا هقول لحضرتك أو توضيح بسيط الزوج لو متزوج من واحدة تانية وأنكر أمام المأزون أو إلا ببيانات كذبة لا تفسد عقد وما تضيعش حقوق ولذلك يعني لما يجي زوج بيتجاوز سأله فيه على زمتك زوجة أخرى؟ قال لا خلاص طب ما بطاقته بيبقى مكتوفي ممكن يكون غير البطاقة متزوج ممكن يكون غير البطاقة أعزب طلق مراته أو أرمال أو طلق مراته وعمل بطاقة أعزب وراح راجحها تاني أو جوزها تاني وما عمدش بطاقة فجاي لبطاقة أعزب فالأصح فيها أن أنا باخد إكرار ضمني بالوثيقة أنه لا توجد بعسمتي الزوجة أخرى تمام ده ما يفسدش عقد ما للراجل أنه هو يتجاوز واحدة واثنين وثلاثة فمكحوا ما طابق لكم من النساء ما اثنى وثلاثة واربع مظبوطة أنه محل يجوز للزوجة أن تتزوج وهي متزوجة لا لا يجوز أي وقوي مين اللي يعرفها مأزون المنطقة بتاعتها هو المختص ولذلك الاختصاص كان محل إقامة الزوجة إيه حكاية المأزون الفرفوش المأزون الكوميدي إيه ألفظه سمات سمعناها غريبة أوي ما هو ده من ضمن الشخصيات منتح للصفة المأزون الفرفوش لا 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 بيش مأزون يا بيه ده ده يكن فقرة كوميديية مثلا وفعلا بيكتبه بيجيبه مأزون يكتب لكن هو بيقق يؤديش هو مثلا آه آه كده يعني إنما هو منتح للصفة ليس بمأزون آه يعني ده جاي واحد زي الفرقة بتاعت الموسيقى زي آه الراقصة زي الناس دي شكلا شكلا آه طب إنت إزاي ما بتاخدش إجراء ضده كنقابة مأزونين لأن ده يوسيق للمأزونين بلقنا آه وتقدمنا بمذكرة ما يتم بيها مش بتاع آه لكن إنت اتخذت إجراء بس خدت إجراء القانوني بس آه آه طيب